بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بمناسبة العام الميلادي الجديد يعني كنت أفكر أنا كثير من الناس ما يفكروا في تحرك هذا الزمن تحرك العمر أنا أصل مرات أضحك مع الأهل والأولاد أقول لهم في ناس يحتفلوا بعيد ميلادهم أنا ما أعرف ليش لأن كل عيد ميلاد قاعد يقربهم من نهايتهم وكذلك كل سنة تمر علينا تقربنا من نهايتنا والمفلح هو الذي يفكر بهذا المعنى وأن صحيح أن للأسف كثير من الناس يستغلوا هذه المواسم للمعاصي والفجور والفسق بأشكال مختلفة لكن أنا كمؤمنين يجب أن نتذكر دوما أن كل سنة ميلادية وهجرية وكل سنة تمر من أعمارنا هذه كلها تأخذ من أعمارنا في النهاية وتقربنا إلى النهاية ليس المقام مقام وعظ وليس المقام مقام حزن وإنما المقام هو مقام تأمل وتفكر لأن كثير من الناس وهذا على فكرة ظاهرة عالمية أنهم مع بداية كل عام وبالذات العام الميلادي بالنسبة للغربيين يضعوا لأنفسهم ما يسموه resolutions resolutions يعني وعد على الذات يعد نفسه وهذا معنى جميلة أنا لا أرى في حرجة وهو أني تدائم من هذا اليوم سأفعل كذا بعض الناس يعني مثلا ظاهرة عالمية أن الإقلاع عن التدخين في واحد واحد من كل سنة هو أعلى من أي يوم آخر في السنة بسبب هذه الوعود الداتية resolutions أنا أعتقد أن هذا معنى جميل ويجب أن نتفكر فيه وأعتقد من الجميل أن كل واحد فينا وكل واحدة من كنا تحاول أن تضع لنفسها وعود أو إن شئت أهداف قابلة للتحقيق سنحققها في سنة واحدة التخطيط للحياة أنا أنصح أنه يكون في ثلاث أنواع رئيسية من أهداف أهداف قريبة المدى لمدة سنة وأهداف متوسطة خمس سنوات وأهداف طويلة المدى أشرين سنة وأكثر فنحن الآن في موطن الكلام عن هذه الأهداف قصيرة المدى من الجميل أن الإنسان أيضا ينوع هذه الأهداف فيكون فيه أشياء صحية إقلاع عن شيء معين التوقف عن أكل معينة أو مشروبات معينة إلى آخر أشياء بدنية يعني رياضة غيرها قد يكون من الجميل أن الإنسان يعني يعمل له بعض الوعود العقلية أني سأحضر مثلا ثلاث دورات في السنة وهذا هو المعدل الجميل سأحاول أن أحضر مؤتمر علمي في تخصصي سأبدأ أقرأ كتابين شهريا على الأقل هذه وعود جميلة الإنسان يضعها لعقله وفي غيرها كثير أيضا هناك بعض الأشياء التي لها علاقة بالعاطفة أو العلاقات إن شئتم وهي أمور يعني يعدي الإنسان نفسه ويضعها في خطته وهو أني سأفعل كذا مع الزوجتي مع أولادي مع أهلي إذا في قطيعة رحم أنا سأبادر بالوصل بهذه القطيعة أو إذا في اثنين يعني من أصحابي أو من أهلي متقاطعين أحاول أن أجمع بيني هذه كلها معاني جميلة أن الإنسان يضعها كأهداف في العلاقات طبعا الأهداف أشكال وألوان لكن أعلاها على الأطلاق هو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من الجميل جدا جدا أن الإنسان يتذكر هذه الفلسفة نحن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى تختلف من إنسان لإنسان وتختلف نحن كفرد يختلف من سنة لسنة ومن فترة لفترة فنحاول أن نحدد نحن وصلنا في هذا المستوى من العبادة والإيمان والنوافل والطاعات غيرها أحاول أن أحدد شيء أعلى منها ليس كثيرا لا تحاول أن تقفزوا هذه القفزات هذه ممكن تصير في رمضان في مواسم الطاعات لأن الجو كله يساعد لكن في مثل هذه الحالات قليلا يعني من كان مقصر مثلا في صلاة الفجر فيعد نفسه أنه ابتداء من هذا اليوم أنا سأنطلق في صلاة الفجر والتزم بها بوقتها وهكذا إذا كم ليس له نوافل يكون له نوافل من كان له نوافل يزيد في هذه النوافل من كان ليس له خلوة مع الله سبحانه وتعالى لعلها من الأمور العميقة في الإيمان هذه الخلوات مع الله سبحانه وتعالى القصد أن نستغل هذا الموسم وأي موسم آخر لعمل وعود للذات أو أهداف قابلة للتحقيق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أيام بركة وسعادة وصحة وعافية وعزة ومشاركة في نهضة الأمة وفقنا الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته